في الفيديو اللي فات بعد ما كتبنا الاكواد دي دلوقتي محتاجين اننا نطبع للمستخدم القيمة النهائية المتخزنة في المتغير اللي اسمه باستنجرز علشان نفهم ازاي نطبعها خلونا نشوف الاسلايد ده في نوع من الطبعة تعلمناها اللي هو سي اوت على امتين المقارنة وبعدين ما بين علامات تنصيص انا بكتب الجملة اللي انا عاوز اطبعها لكن انا حاليا مش مجرد انا عاوز اكتب جملة لكن انا عاوز الكمبيوتر من نفسه يطلع لي القيمة النهائية المتخزنة في المتغير اللي اسمه باستنجرز لان مثلا ممكن يكون فيه عمليات حسابية كتير ومعقدة وانا مش عارف اين ناتج فخلينا نشوف نوعين الطبعة دول دول نوعين من الطبعة والنوعين مختلفين عن بعض تماما النوع التاني او السطر التاني ده اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو انا لو كتبته في البرنامج هو هيطلع لي مكتوب على الشاشة كلمة باسنجرز ولكن النوع الاول مش هيطلع لي مكتوب كلمة باسنجرز لكن هيطلع لي القيمة اللي جوه باسنجرز ليه؟ لان الكمبيوتر وهو ماشي كده يترجم الكلام لما يشوف علامات تنصيص بشكل تلقاء كده ما بيفكرش في اي حاجة بياخد للنبين علامات التنصيص ويظهره زي ما هو والنقطة دي هتوضح اكتر ان شاء الله الفيديو الجاي لما نعرف الديتا طايفس ولكن في المرة الاولى هنا انا كتبت اسم المتغير فالكمبيوتر عرف ان في عندنا متغير اسمه باسنجرز فراح شاف الزاكرة بتاعته دور على مكان اسمه باسنجرز لما لقى المكان جاب اخر قيمة متخزنة فيه طيب لو فرضنا ان ما كانش فيه متغير اسمه باسنجرز الكمبيوتر يديك ايرور يقولك مفيش متغير اسمه باسنجرز اللي انت نديت عليه اساسا طيب خلينا بقى نطبق العملية دي في البرنامج هنا هنكتب see out باسنجرز وبعدين اند ال علشان ينزل سطر جديد نعمل build and run طبعا زي ما ظهر قدامنا الناتج النهائي كان سبعة وهو فعلا دلوقتي الناتج النهائي اللي طلع اللي ظهر قدامنا سبعة خلينا ندخل في موضوع تاني الى وهو احنا كنا قلنا ان تسمية المتغيرات علشان اسمي المتغير في قواعد او شروط لازم اتبعها القواعد دول باختصار هم اربع قواعد اللي قدامنا حاليا اول قاعدة لازم تعرف ان اسم المتغير كيس سينستيف يعني ايه يعني مسلا هنا كلمة باسنجرز انا كتبتها كلها وبالتالي انا لما ناد عليها واخزم فيها قيم او اناد عليها في السي اوت لازم تكون بنفس الهيئة يعني لو انا عرفتها بالبي كابيتل والباقي كله البي سمول فانا لما اعمل build and run يقول لي error هو ما يعرفش يعني باسنجرز لان الكمبيوتر هو عارف ان في بس بي كابيتل وبالتالي انا علشان اصحح الغلط ده لازم اخد باسنجرز كله يكون بي كابيتل بالشكل ده كده حتى لما اعمل build and run الكمبيوتر يشتغل وفهم وبالتالي معناها الشكل اللي انا عرفته بيها استخدمه بنفس الشكل بنفس الحروف بنفس الكلمات ما زودش ولا نقص ولا اعمل هو نفس الكلمة اللي انا عرفت بيها متغير الجزء التالي من نقطة الاولى يعني ايه ما ينفعش اسم متغيرات باسماء الحاجات اللي هي متخزنة في البرنامج نفسه يعني ما ينفعش مثلا اسم متغير اسمه انت ما ينفعش كذلك ما ينفعش اسم متغير مثلا اسمه لان الحاجات دي كلها متخزنة عندي في البرنامج ومعروفة للكمبيوتر ان دي بتعمل كذا فانت لما تعرف له متغير بنفس الاسم بس بيعمل حاجة تانية هيقولك غلط ما ينفعش تاني حاجة اسماء المتغيرات مسموح انك تبدأها بحاجة من تلاتة يا اما حرف يا اما علامة الاندرسكور يا اما علامة الدولار وبالتالي طبعا ما ينفعش ابدأ اسم المتغير برقم او اي رمز تاني غير الاندرسكور او علامة الدولار تالت حاجة ما ينفعش اسم المتغير يكون فيه مسافات يعني مثلا لو حبيت اسمي متغير اكتر من كلمة فمش حينفع اسيب مسافة ما بين كل كلمة لكن المفروض هنعمل ايه وقتها هنعرفها النقطة الجاية كمان ما ينفعش اسم المتغير يكون فيه اساسا سيمبلز اللي هي رموز رمز الاند مثلا قوي حاجة ما عدا رمزين بس اللي هو اندرسكور وعلامة الدولار وبالتالي عشان ما يحصلش لابس اسم المتغير ممكن يكون فيه ارقام لكن ما ينفعش يبدأ بالارقام لازم يبدأ بحاجة من ثلاثة يا اما حرف يا اما الاندرسكور يا اما علامة الدولار لكن المتغير ما فيهوش سيمبلز بشكل عام ما عدا طبعا الاندرسكور وعلامة الدولار طيب لو انا عاوز اعرف متغير فيه اكتر من كلمة وبالتالي لازم اسيب مسافات علشان انا عارف اقراها الحل طبعا فيه حل اللي هو حل نايف او حل اللي هو ساذج شوية اللي هو انا خلاص مش هسيب مسافات وحكتب مثلا number of passengers لازق في بعضها فانا لما حب اقراك كلمة نفسها انا عناية مش هتعرف تقراك كلمة وبالتالي عندك فيه طريقتين انت ممكن تستخدمهم في الحالة دي اول طريقة اسمها الكامل كيس تاني طريقة ان انا استخدم يعني انا عاوز اكتب number of passengers والمفروض ما بين كل كلمة مسافة هحط مكان المسافة دي underscore يبقى number underscore of underscore passengers او استخدم طريقة الكامل كيس ودي حنشوفها دلوقتي بس نقطة مهمة اول تلات نقاط في الشروط اللي قدامنا لو ما كانوش موجودين في اسم المتغير الكمبيوتر يديك error ولكن اخر نقطة ده اللي يفضل تعملها الكمبيوتر مش هديك error لكن ده علشان احنا كمبرمجين بنفهم النوعية دي طريقة الكامل كيس بالزبط زي ما كلمة كامل كيس مكتوبة هي المفروض كامل مسافة كيس وكل يكون سمول لكن انا علشان احدد كل كلمة والتانية فانا بقول كلمة كامل اللي هي اول كلمة هتتكتب زي ما هي كلها سمول لكن تاني كلمة اول حرف فيها كابتل وهكذا لو في كلمة تالتة فاول حرف هيكون فيها كابتل خلينا نطبق ده بشكل عملية على البرنامج بشكل سريع هنلغي طبعا السطر اللي هو انت سي او ده وانا عايز باسنجرز دي عايزة هتكون نمبر اوف باسنجرز اجي كاتب نم اندرسكور اوف اندرسكور باسنجرز تمام نم اختصار للنمبر لو خدتها نفس الحكاية كده لو شغلت طبعا البرنامج البرنامج هيشتغل وزي الفل طيب اعملها بشكل تاني اللي هو نم اوف اللي هو اول حرف بقى من الكلمة التانية يعني اول كلمة بتتكتب كل اسمول عادي لكن الكلمة التانية اول حرف فيها كابتل الكلمة التالتة اول حرف فيها كابتل ونفس الحكاية تتنقل فيهم طبعا لما اعمل الكوت شغال تاني زي الفل وبالتالي احنا عرفنا كده قواعد وشروط تسمية المتغيرات خلينا نبص بصة سريعة على السلايد دي ونشوف الاسماء اللي قدامنا دي انه ينفع اسم متغير وانه ماينفعش وقف الفيديو كده لمدة كام ثانية ويفكر مع نفسك وشوف انه اللي ينفع وانه ماينفعش وليه هتمنى ان شاء الله ان كلكم نوقف وطلع اجابات حتى لو غلط ما فيش مشكلة الاجابات بالتحديد عليهم هتكون كده طيب ايه سبب كل واحد او ليه مسلا اول واحد ده والتاني واحد والتالت مش ده ان شاء الله اللي حيكون مطلوب منكم الفيديو ده تقدروا تختبروا نفسكم في النوتة دي وتقولوا في الكومنتات كل اسم من دول ليه واليه دي فرصة كويسة بحيث تتدربوا عن المفاهيم دي وتفهموها كويس حاجة اخيرة بقى طيب هل عندنا المتغيرات انواع البيانات اللي بتتخزن فيها اقام عشرية ممكن ابقى محتاج اسجل نصوص اساسا في انواع كتير من البيانات وده اللي هنعرفه ان شاء الله الفيديو الجاي